بعد ساعات من خطاب لرئيس النظام التركي رجب أردوغان أمام تجمع دعائي للانتخابات المقبلة في ولاية هكاري زعم فيه أن النظامه لا يميز بين الأطراق وغيرهم من الكرد أو الشعوب الأخرى اعتقلت سلطاته في إسطنبول خمسين شخصاً تجمعوا للاحتفال بمناسبة عيد النوروز المعتقلون بينهم صحفية في وكالة فرانس بريس كانت تتهيأ لتصوير احتفالات عيد النوروز الذي يمثل رأس السنة الكردية حيث قال صحفيون كانوا حاضرين ومحامون في جمعية محامون من أجل الحرية أن الصحفية تم إخضعها لتفتيش جسدي مبالغ فيه واقتيدت إلى سيارة للشرطة وفي وقت طالبت منظمة مراسل بالأحدود السلطات التركية بالإفراج فوراً عن الصحفية المعتقلة أكدت المصادر أن السلطات منعت الاحتفالية التي كانت مقررة ورفضت السماح بإشعال النار أو آداء رقصات تقليدية كما منعت تشغيل الموسيقى والأغاني الكردية انتهاكات الحقوق والحريات بحق الكرد وغيرهم في تركيا تصاعدت بشكل كبير في ظل نظام حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان ومع هيمنة الأخير على القضاء يتجه معظم الضحايا للمؤسسات الأوروبية حيث تتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آلاف الدعاوى القضائية سنوياً من مواطنين أتراك ضد النظام ووفقاً لوسائل أعلام تركية فإن من بين كل مئة قضية معلقة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 35 قضية ضد السلطات التركية مشيرة إلى أنه منذ 29 من شباط فبراير الماضي بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد أنقرة 23 550 قضية